عشان تشوفوا قعدة الحلة بقت جميلة وبتبرق وبتلمع كده ازاي بعد ما كانت مهببة ومديقاني ومش عارفة مهما بدعكها مش عارفة لماها كملوا الفيديو معي للاخر وهتشوفوا الطريقة زي ما احنا شايفين دي قعدة الحلة الضغط اللي استلس كانت مديقاني جدا ومهببة شايفين دلوقتي هي طبعا كده كده كانت بتلمع من جوة انا مشكلتي فيها كانت من القعدة كانت مهببة وفيها سواد مهما بدعكه بالسلك مش راضي يطلع ابدا جبت معجون سنان بيبقى موجود في كل بيت ومعلاقة بيكاربوناتو وخلطتهم مع بعض وابتديت ادعك الحلة بالطريقة دي بدون اي سوايل بدون اي مية وبدون اي سلكة مواعين علشان ما تمتصش الخليط بتاعي هعمل ايه هدهن المكان اللي مديقك اللي مديقني يعني ومديقنا كلنا وبالذات اللي استلس وعلى فكرة دي تنفع مع الحلل الالمونيوم والحلل الصاج اي حلل فيها الهباب ده اللي هو بيبقى من تحت وبالذات بيبقى رخم جدا في اللي استلس مهما تدعكيه بالسلك مش بيطلع تماما كل اللي انا عملته سبت الخلطة بتاعتي عشر دقايق وهجيب سلكة ناشفة ما تكونش فيها اي سوايل ولا اي مية خالص وهبتدي ادعك ما بتاخدش منك دعك بمعنى الدعك بتبقى دعك خفيف جدا من فوق الوش زي ما احنا شايفين بالطريقة دي شايفين بقى الخليط بتاعي بقى لونه جرير وماضي كده زي لان كل السواد طلع هجيب منديل شايفين اللي طلع في المنديل لونه عامل ازاي الحل بقت زي الفل خلطة جبارة جربوها بليس بقى ما تنسوش تعملوا شير لكل اصحابكم ورايكم موسيقى